اشتركوا في القناة المؤلف من 33 بند وانقرت كلها مع ده بند واحد وهو بند التعيينات بالمجلس العسكري اللي كان الابرز وتأجل لاسباب بتتعلق بوجود بعض الامور المش واضحة مثل الاسماء اضافة لاعطاء مهل تعديل بعض الشهادات ومن جدول الاعمال كمان تم تعيين القاضي محمود مكية امين عام لمجلس الوزراء واعطاء الموافقة على انه يكون العميد لياس البيسري مدير عام للامن العام بالوكالة لما يتغيب اللواء عباس ابراهيم وزير الاعلام جمال الجراح ارى البيان الختامي للجلسة واتطرق لموضوع شركات الخلية واللي اعلن عن تمديد عقود لسنة وحدة باقرب وقت رح ينعرض العقد الجديد اللي مقدم اللي هو فيه بعض التعديلات وزع على سادي الوزراء من اسبوع واعطيهم مهلة 15 يوم لدراسة العقد الجديد على ان يتم اقراروا بمجلس الوزراء باقرب وقت ممكن لكن اللي بنا تعرفوا انه الدورة دورة التراخيص باخد 235 يوم يذكر انه الصحفيين الموكالين مهمة تغطية جلسة الحكومة بالاصر الجمهوري منعوا من مواكبة اجواء الجلسة او الوصول لمدخل الوزراء لاخد التصريح منهم واكتصرت الجلسة على تسريبات قليلة وعلى البيان الختامة ولما انسأل الوزير الجراح عن هالموضوع اعتبر انه هالشي من صلاحية رئاسة الجمهورية ومش الوزراء رئاسة الجمهورية مسؤولة عن التنظيم داخل الاصر هايدي ما انه علاقة فيها شوفي يعني ما علاقة بدنا نحترم الترتيبات اللي بيخدها الاصر الجمهوري الا انه مصدر مطلع اكد لتلفزيون نشره انه بعض الوزراء عبروا عن انزعاجهم من عجئة الصحفيين والتصريح بالجلسات وتمنوا من المكتب الاعلامي بالاصر التشدد بهيدا الاجراء محمد زهوي تلفزيون نشره ترجمة نانسي قنقر